نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين أهلاً بكم أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل رفضه القاطع للتدخلات السياسية في القطاع التربوي داعياً إلى اعتماد الأطر القانونية والمهنية في التعامل الإداري والبحث عن السبل الكفيلة برفع المستوى التعليمي مجدداً دعمه لإدارة مديرية التربية ومهنية توجهاتها لخدمة الأجيال مع المحافظة على هيبة الهيئات التدريسية وبما يعزز الاحترام المتبادل مع الطلبة وشدد المحافظ خلال زيارته لمديرية تربية المحافظة وتقديمه التهنئة لمديرها العام الجديد على ضرورة مواصلة الجهود وإعمار المدارس وكل المؤسسات التربوية